قرم رئيس مجلس العيان فيصل الفايز بحضور رئيس اللجنة الإدارية العين خالد البكار أعضاء لجنة الخبراء المشاركين في إعداد دراسة سياسات واستراتيجيات في تطوير القطاع العام وثمن الفايز جهود الخبراء في إعداد دراسة سياسات واستراتيجيات لتطوير القطاع العام وجهود رئيس وعضاء اللجنة الإدارية في المجلس لجهودهم المبذولة مؤكدا أن الأردن يجري إصلاحات شاملة في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والإدارية من جانبه أشار رئيس اللجنة الإدارية العين خالد البكار إلى أن الدراسة تضمنت دور البلديات في التنمية المستدامة التي من شأنها ترشيق القطاع العام إضافة إلى الحكومات القطاعية وتوحيد مرجعية اتخاذ القرار الذي ينعكس إيجابا على نوعية الخدمة العامة رؤساء اللجان الدائمة في مجلس العيان بحثوا خلال لقائهم وفدا بريطانيا أوجه التعاون والعمل المشترك بين الحكومة البريطانية ومجلس العيان وتضمن اللقاء الاطلاع على أليات ترجمة الرؤية الملكية في مسارات التحديث الثلاث التي تشهدها المملكة والاطلاع على أليات عمل مجلس العيان وخططه لا سيما في المستقبل القريب الذي يحمل في طياته برلمانا جديدا بهوية حزبية برامجية واستعرض رؤساء اللجان أليات عمل مجلس العيان ومهامه الدستورية وأنشطته التشريعية والرقابية إلى جانب رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني في مسارات التحديث السياسي والإصلاح الإداري والرؤية الاقتصادية التي تشهدها المملكة لجنة الشؤون العربية والدولية والمقتربين في مجلس العيان بحثت برئاسة العين هاني الملقي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الفرنسي والوفد المرافق له أهم تطورات السياسية والاقتصادية في المنطقة والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وقال الملقي بحضور رئيس لجنة الصداقة الأردنية الفرنسية العين عيسى مراد عن الجهود الأردنية التي يقودها جلالة الملك عبد الله الثاني لحل الأزمة الإقليمية وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة داعيا إلى مواصلة التشاور والتنسيق بين الأردني وفرنسا تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وفي مجلس النواب استعرض رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب غازة ذنبات مراحل تشريع القوانين في مجلس النواب حيث عرض خلال لقاء اللجنة وفدا طلابي من نادي سيادة القانون في جامعة عمان الأهلية المهام المنوطة بعمل اللجنة وهي دراسة مشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي تتعلق بالدستور والانتخابات العامة والتشريعات المدنية والجزائية والحقوقية والمحاكم والتنظيم القضائي والاتفاقيات القضائية وقوانين التنفيذ والجنسية والعفو العام لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ناقجت برئاسة الناب عمر النبر موضوع تنظيم عمل المكاتب العقارية وأسس تحديد سعر الأساس بحضور أصحاب الاختصاص وأكد النبر ضرورة الوصول إلى المعايير العالمية في نظام الوساطة والقيم الإدارية والتقدير والمقدرين لحفظ حق الدولة دون المساس بحقوق المواطنين مجلس الأمة في صلى أبو الغنم التلفزيون الأردني